السلام عليكم وتحياتي لكم لحظة القفض على وزير الدفاع الاوكراني متلبس ماذا فعل زي ما احنا شايفين في الفيديو وشفنا في البداية حبس نائب وزير الدفاع الاوكراني بتهمة الفساد لما دوله في الكنبة بتاعة حضرته لقوا كنز علي بابا زي ما انتم شايفين كده عمالي طلع دولارات البعض قال لك مليون دولار في الكنبة طيب اما في البنك كام وعند آآ عليبه كام وعند زوجته كام وعند دولاته كام ده اللي لقوه في الكنبة مليون دولار زي ما انتم شايفين نائب آآ وزير الدفاع الاوكراني البعض بيقول كان ماسك التخذية بتاعة الجيش وكان بيشتري بسهل سلاسة اضعاف يحط في جيبه البعض كان بيقول لك بيبيع الاسلحة للمافيا ده يعني جنرال كبير نائب وزير دفاع يعتبر وزير دفاع وهذا ما وجدوه في بيته آآ الشيء يعني الاجابي في الموضوع ان لسه آآ يعني آآ الفساد بيدوله على الفاسدين وبيبضوا عليهم في اوكرانيا وده شيء كويس عبال ما يبضوا على زيلينيسكي بتهمة تدمير اوكرانيا بتهمة تدمير اوكرانيا ويعني آآ بيع الشعب الاوكراني في حرب ليست له ناقة ولا جمل فيه آآ وجيب المرتزقة وكل ديون على الشعب الاوكراني وربما يعني آآ تختفي اوكرانيا بسبب تهول ذيلينيسكي ووضع يعني آآ اوكرانيا في آآ مواجهة روسيا وآآ للدفاع عن اوروبا فقط ليس لغير طيب تم العصول على النقود آآ آآ في البحث آآ في يعني منزل نائب وزير الدفاع السابق أليكساندر ميرو نيوك والعصول على مبالغ ضخمة زي ما انتوا شايفين واعلنت السلطة الاوكرانية على مبالغ مالية كبيرة مخباة في منزل نائب وزير الدفاع الاسبق آآ هنتكلم عن اخبار اوكرانيا وروسيا لكن على عجالة كده الفساد هو الفساد زوجة آآ مدير الضلائب في العراق آآ يعني آآ سموها يعني المرأة الزهبية او آآ كده يعني شايفين المسروقات اللي اللي يوها معها ده فيديو زوجة مدير الضلائب العامة في العراق وانتوا عارفين آآ سرقة القرن وآآ مشكلة الضلائب في العراق متهمة فيها آآ يعني آآ اموال الضلائب في العراق نتمنى القفض على كل الفسادين في كل مكان آآ زعيم آآ يعني اخطر من بوتين امريكا تتكلم عن زعيم اخطر من بوتين او اكبر خطرا من بوتين والكلام ده قاله وزير الدفاع الامريكي السابق مايك بومبينبيو اليوم انه يعتقد ان الرئيس الصيني شي جي بينك يمثل تهديدا اكبر للعالم من بلاديمير بوتين آآ هو بيعمل مقارنة بين آآ بوتين وبين شي وقالك ان بوتين آآ يلغب في الهيمنة لا يلغب في الهيمنة على العالم لكن شي يلغب في الهيمنة على العالم اليوم آآ تم اكتشاف منطاد تجسس فوق الولايات المتحدة والولايات المتحدة فقالت هل تسقط المنطاد او ما ادروش يسقطوه لا نعلم لكن قاله لو سقطنا ده كلام الرسمي يعني هيخلف قتل كسرين في امريكا لذلك يعني قرروا آآ عدم اسقاط المنطاد تجسس الصيني وقالك ان بوتين آآ آآ له برنامج نوع قول الغاية واقتصاد يعتمد على صناعة واحدة لكن الصين تعتمد على صناعات كثيرة جدا والصين مؤهلة انها آآ تسيطر على العالم فهنا بيعتبر وزير الخارجي السابق ان شيء آآ اخطر من بوتين وبدوا يحطوله العراقين علشان يوقفوا نمو الصين او يوقفوا قوة الصين لكن هل يستطيعوا آآ وقف نمو الصين ومحاربة الصين آآ لا نعلم لا نعلم واعلن البنتاجون انه يتعقب من ضد تجسس الصيني يحلق عليها فوق الولايات المتحدة وبناء على طلب الرئيس الامريكي باحث سوزير الدفاع وكبار المسؤولين العسكريين قالك نسقطوها لو ما نسقطوهش وآآ يعني انتهوا انه لو اسقطوها هيمسل ضرار كبير ضرار كبيرة على الولايات المتحدة طيب اليوم الولايات المتحدة اعلنت حزمة مساعدات كبيرة جدا لآآ اوكرانيا بقيمة اتنين واثنين من عشرة مليار دولار واعلنتها وزارة الدفاع الامريكية البنتاجون عن تقديم حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لآكرانيا آآآ المتحدث باسم البنتاجون باتريك رايدر آآ في تصريحات صحفية اليوم ألن ان وزارة الدفاع تقدم حزمة جديدة تتكون من ربعمية خمسة وعشرين مليون دولار من المساعدات الدفاعية المعتمدة رئاسيا بالاضافة الى واحد وسبعمية وخمسين واحد وسبعين من مية مليار دولار عبر صندوق دعم الدفاع الاوكراني ولكن آآ تشمل آآ قنابل صغيرة تطلق من الارض يصل مدها الى مية وخمسين كيلو متر يعني آآ قنابل صغيرة يصل مدها الى مية وخمسين كيلو متر وزي ما قلنا روسيا اذا عرفت ان في اسلحة مدها مية وخمسين كيلو متر هتحتل مية وخمسين كيلو متر بعد الدونباس آآ وقالوا لهم لو عادين آآ تضربوا على شبه جزيرة القرم نحنا ما عندناش مانع لهان دي ارض اوكرانية يعني امريكا بت بتساعد اوكرانيا لضرب القرم فهل تستطيع لكن في الاخر بعد ما قالوا على حزمة اسلحة كبيرة جدا واسلحة متطورة واسلحة فيها صواريخ ارضي جو وطائرات وحاجات زي كده آآ في الاخر قال لك اني كل هذه المساعدات تحتاج مدة زمنية آآ تقدر بتسعة اشهر على الاقل يعني هما سياسة العصر والجدرة طيب رئيس الوزراء البولندي يقر بفشل العقوبات الغربية ضد روسيا اقرى رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورا فيسكي بان العقوبات ضد روسيا ليس لها تأثير يذكر على موسكو وقال انها انه آآ ما يلفت الانتباه روسيا هذا العام آآ سوف تتطور بشكل اسرع من المانيا على الرغم من العقوبات قال لك اني روسيا عرفت التف على العقوبات واني آآ الاسعار زادت فبتبيع اقل لكن تكسب اكثر واحنا عارفين الاقتصاد الروسي زادت الخزانة في العام الماضي تلتمية واربعين مليار دولار بفضل محافظ البنك المركزي الروسي السيدة الزكية جدا التي عينها الرئيس بوتين طيب جنرال بريطاني يتحدث عن نهاية مروعة لجيش بلاده في حال نشوب حرب مع روسيا اه كشف جنرال بريطاني عن حقائق مرعبة بشأن جيش بلاده في حال حدث مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا وتحدث القائد السابق للقوات المشتركة البريطانية الجنرال ريتشارد برونز في مقالة نشرتها صحيفة زا صن ان توزيع ميزانية الدولة على قطاعات غير وزارة الدفاع ساهم بتعزم وضع الجيش وقال اني اه في حال وقوة مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا فان مخزون الجيش البريطان من القزائف سينضب في يوم واحد يعني كل القزائف الموجودة في بريطانيا ما تكفيش يوم واحد ولكن الغرب اه يعني اه ساعد اوكرانيا بملايين الدولارات ولكن لم تتأسى روسيا واذا حصل هجوم روسي مفاجئ ستطلب ثلاثة مليارات اضافية هذا العام وكل عام لمدة عشر سنين يعني بيقولك عاديدين تلاتين مليار على الاقل اه اذا حبنا نطور الاسلحة في بريطانيا طيب هنقول خبر كده روسيا تطور نظام لكشف محطات 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 الانترنت واللي بنشغل الجي بي اس طولت نظام يعرفه المكان ده فين وبالتالي يستطيع استيادها ويستطيع القضاء عليها ويقالك ان روسيا في اه 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 اوكرانيا في الايام المقبلة ستواجه اه يعني صعوبات كثيرة في الاتصال واني اه كل اه يعني محطات او الاقمار الصناعية ستسقطها روسيا بس سألت ان احنا نقدر نسقط كل الاقمار الصناعية لكن اذا اه ضربنا الاقمار الصناعية هتتأثر كمان الاقمار الصناعية الروسية لذلك يخلوها اخر حاجة دي ويبقى ما فيش اقمار صناعية ولا انترنت في العالم كله اه نتمنى السلام للجميع وسلام لكل العالم وتحياتي لكم واشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد محدثكم صريف العديد تحياتي